أشار معالي الدكتور عبدالله بن محمد بالحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الوزارة بمقرها في دبي اليوم إلى أن الوزارة وضمن خطتها للأعوام 2017-2021 تستهدف تنفيذ 36 مشروعا ضمن برنامجها الاستثماري تتعلق بالقطاعات الأمنية والتعليمية والصحية والخدمية إضافة إلى مشاريع الطرق الاتحادية والصيانة بتكلفة تقديرية تصل إلى عشرة مليارات درهم وتتضمن المشاريع القادمة لوزارة تطوير البنية التحتية تطوير شارع الإمارات بتكلفة 200 مليون درهم تشمل التقاطعات الأرضية والأنفاق ورفع الطاقة الاستيعابية للطريقة وكذلك تطوير شارع محمد بن زايد بتكلفة 130 مليون درهم تشمل رفع الطاقة الاستيعابية للطريق بنسبة 40% وأيضا تطوير شارع الاتحاد الرابط بين إمارتي الشارقة ودبي بتكلفة 230 مليون درهم ستشمل تقاطع النهدى وتقاطع الخلفاء الراشدين بجانب رفع طاقة الاستيعابية للطريقة كما ستشمل المشاريع تطوير شارع الذايد بطول 30 كيلو مترا بتكلفة تقديرية تصل إلى 220 مليون درهم تضم توسعة الطريق إلى ثلاث حارات وتخصيص حارة إضافية للشاحنات وإنشاء جسر جديد ضمن المشروع شكرا